الكافين تنتجه شيارة القهوة عشان تنتجه سبب أن يكون سم حق الحشرات شون 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 تنتجه لشيارة تنتج الكافين عشان الحشرات ما تاكلها فهي كنوع من السم نوع من السم حق الحشرات بس حقنا احنا صار نوع من المنشطات لما ياخذ الإنسان أثر غير فأكيد أي منشط لما تاخذه أو أي درق أي مخدرات أي دوة لما تاخذه بكمية معينة رقع يشبه القهوة بالدرق وبمخدرات هل ممكن توصل للمرحلة إذا أخذتها بكميات كبيرة؟ الدرق مصطلح يستعمل حق أي شيء آه نعم إنها صح بس إذا أخذت القهوة مرة شنا حسبناها ما ذكرت شم مليقرام المهم ممكن تقتل إيه بس إذا أخذتها صافية حسبناها بعدد الكواب لازم تشرب تقريبا 150 كوب باليوم عشان توصل حق مستوى أن الكافين تسمم من الكافين 150 كوب 150 كوب بس إنت عندما تشربهم راح يطلع الكافين منك بس صحبا بس أكيد في درجة معينة حسب أنا بعض القراءات اللي قرأتها يعني من ممكن ثمن أكواب عشر أكواب باليوم في ناس يقولون لا ما راح يضر إذا دام تشرب قهوة ما تأخذ حبوب كافين أو ما تأخذ كافين صافي إذا قام قاعد تشرب القهوة إذا ما فيك مشاكل بالضغط أو بالضغط العين أو بالأشياء هذه بالعكس القهوة راح تفيدك حين هذا تخليه حق الناس اللي متخصصين بهذا المجال يفتم فيه أكثر بس أنا بعض القراءات أكيد من خبرتك يعني من بعض القراءات القراءات يقولون أن يفيد أن تشرب من كوبين إلى أربع كواب باليوم فوق ست أو ثمنة كواب باليوم الفائدة ما راح تبين بس ما في ضرر واضح بس في ناس خصوصا اللي فيهم في ناس بسرعة سبب لهم رقعة قلب ممكن فيهم حساسية من الكافين أو ممكن فيهم في ناس فيهم ضغط العين يزيد بس الإنسان الطبيعي ممكن أنا بعض المرات لما نسافر مرة بيوم واحد جربنا 65 كوب قهوة 65 كوب قهوة بيوم واحد صار ما صار شيء عادي من كل كوب أرضع 5 كفاش تقريبا بس عقوبها صرت لما أشرب القهوة ما بلعها ترجمة نانسي قنقر